معنا الأستاذ وليد من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ وليد يا شيخ أنا بس بقى كبير الحالة شوية وعليه ديوم كتب شراء تاني كده دق بك الحال وبعدين أنا أنا أموية محتاجة لي ومحتاج عمليا كبيرة وصوص كتيرة والسلاف وان الشغال باليومية الصغيرة خالص الـ 120 أنا طفع طيب الحاجات دي أنا أعرق يعني فيه جهات كتيرة جهات خيرية ممكن اذهب إليها وهي معلنة عن نفسها أن هي بتقدم هذه هذه الأحتياجات هي بتقوم بتلبيتها أشياء كثيرة جدا جدا مؤسسات كثيرة جدا جدا فأنا شايف أن أنت إذا كنت تسألني هل يجوز دي أن أذهب إلى هذه المؤسسات يجوز أن أنت تذهب إلى هذه المؤسسات وهل أخذك لهذا المال إذا كنت لا تستطيع أن أنت تدفع تمن عملية والدك ده أمر جائز شرعا آه أمر جائز شرعا وأنا أحفزك أن أنت تعمل ده ومن جهتي أنا بقول لكل المؤسسات اللي بتقوم بهذا الأمر الوقت اللي إحنا فيه ده وقت ضروري أن تتحالف مؤسسات المجتمع المدني اللي بتخدم الناس وتقوم على دعمهم وتقوم كمان على سد احتياجاتهم لأن الوقت ده هو وقت مهم ووقت حساس وده الوقت اللي ممكن يظهر فيه إخلاص هذه المؤسسات وخدمتها للناس فلذلك أنا بحفز وزي ما بيقولوا كده أربط على أيديهم أنهما يكسروا من هذا العمل بشكل كبير جدا جدا فأستاذ وليد آه يجوز لكن أنت تذهب إلى هذه المؤسسات وتحصل على دعمهم آه ومسألة الصحة أحد المعاني المهمة التي يجب الاهتمام بها في هذا الشأن